شيش طوق بأسهل طريقة وأطيب تتويلة مشوية في الفرن وصفة سهلة ولزيزة كتير ممكن نحضرها على الغداء أو على العشاء خليكن معكم تابع الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصف رحتنا لأعجابكن مكونات التتويلة ملعقتين كبار لبن زبادي يعني يوغورت ربع كوب من عصير الليمون كوب إلا ربع من الزيت ممكن نستخدم الزيتون أو النباتي بس استخدمت الزيت الزيتون ملعقة ونصف كبيرة من الخردل الخردل هون مكون اختياري ممكن نستغني عنه ملعقة كبيرة توم مهروس تبس فليفلة يعني هاريسة حارة ملعقة كبيرة مليانة ملعقة كبيرة ملح ملعقة كبيرة كزبرة ملعقة صغيرة زنجبيل مطعون ملعقة صغيرة فلفل أسود رشة من الكربونات والسودة نخلطه كتير منيح وتتويلة صارت معنا جاهزة كيلو ونص من السودورة دجاج المقطعة بهذا الشكل منحطها بالتتويلة ومنقلبها لحتى كل القطعة تتغلف بالتتويلة كتير منيح ما شاء الله الريحة واللون بيجنن ملعقة صغيرة من هيل أو قرفة نسيتوا حطيتوا اخر شي منغطيهم نتركها لمدة 4 ساعات أو ممكن نتركها ليلة كاملة بالتلاجة كل ما تركناها بالتتويلة لمدة اطول رح نحصل على نتيجة افضل وطعم اطيب وعواد الشوي حطيتهم بالمي لمدة نص ساعة لحتى ما يحترقوا عنا بالفرن ومن شكل الاسياخ بسعدني وبشرفني اعرف المتابعين من وين عبيتابعوني ومنحطها بسينية الفرن بهذا الشكل على الحواف وممكن نستخدم سينية يلي فيها الشبك بهي الوصفة ونكمل كل الكامية بنفس الطريقة اطيب اكلة ممكن تجربوها على الغداء أو ممكن عاشها فضلا ندعموا الفيديو بلايك وتعليق وإذا كنتم مشتركين في القناة تشتركوا وفعلوا زر الجرس لحطي يوصل لكم كل شي جديد الفرن شغال على حرارة 240 درجة مئوية النور شغال من فوقه من تحت ومنقلبها أثناء الشوي حتى تستوي وتاخد لون حلو ومنقدمها على حسب رغبتنا وممكن ندهانها بالزبدة بتعطينا اللمعة وطعم مميز بشكر كل حدا بقي معنا لآخر الفيديو وحط لايكو تعليق وإذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقوا كل المكونات بصندوق الوصف تحت الفيديو ومنقدمه وهي سخنة وسحتين ألف عافية باتمنى وصفة اليوم نالت أعجابكم وانتظروني بوصفة جديدة مع السلامة في أمان الله اشتركوا في القناة